السلطة الشعية المرهدية تقريباً أرجعنا إلى السلطة الشعية ذي الغرفتين نعم غرفة نيابية وغرفة أخرى أو مجلس آخر هو مجلس الأقلية المرجعات وكان برئيس الجمهورية من خلال تأسيسه لهذه الغرفة الثانية وبدأ يضع مشروعه لأسس للديمقراطية المباشرة طور أو دستره في خطوة الأولى من خلال سحب الوكالة ومن خلال هذه الغرفة الثانية لنا سلطة تشريعية هشة ومهششة إن لم تكن مهشمة كيف ذلك؟ أولاً هي سلطة تشريعية لا تتمتع بالمشروعية الشعبية المباشرة التي كانت تتمتع بها يعني كيفية انتخاب الغرفة النيابية الأولى؟ نعم نعم هي متروكة للقانون الآن وهي بالتالي لن تكون مباشرة وما يعني نظاماً لتصعيد النيابات لا أعلم كيفما سيكون وهو متروك لقانون انتخابي يصدر حسب مرسوب لاحقاً إذن نحن نلعب لعبة فيها أوراق مخفية ليست كل الأوراق مكشوفة على الأقل هذا الدستور يكون مرفق بطريقة الاختراع التي ستعتمد لكي نعرف ما لنا جميعاً وما علينا وما للسيد رئيس الجمهورية وما علينا لكن ثم إشارة تقريباً أستاذ وقت اللي يحكي على الغرفة الثانية من خلال تصعيد المترشبه هذه إشارة إذن ثم تهشيش لوضع الغرفة الأولى انصحت العبارة التي نستعملوها أولاً أن نحن قادرون على تبني نظام الغرفتين نظام الغرفتين تأتى في ظروف معينة وجاء تعبير أما عن تجميع مجتمعي أو غيره ولا توزيع للريع السياسي في فترة بناء نعم سنين كل التجارب التي اعتمدت على الثنائية فوقت المجلس المنتخب في هذا باش نلقاه المجلس الثاني هنا مجلس يتنافس مع المجلس الأول بل ونجده متمات بامتياز غير موجود للمجلس النواب وهو الرقابة والمساءلة بينما مجلس النواب ما يتمتعش بهذا إذن نحن إزاء ما نسميه بالثنائية المقلوبة عوض الثنائية المتعارف عليها المتعاود عليها بالإضافة في الإطار التهشيش هي مسألة سحب الوكالة تلاحظ أنه سحب الوكالة تمت الإشارة إليها في مجلس النواب دون مجلس الأقالي المسألة الأخرى هي مسألة أن الحصانة اللي يتمتع بها مجلس النواب تنسحب على مجلس الأقالي كل قيل لنقول أن فيه نوعا من تصور جديد إيه التصور جديد هل سينتج الفاعلية نحن كنا نعاني عطالة مجلس سنصبح الآن وهما أحيانا يتنافسون في نفس الاختصاص كما الميزانية وغيره سنجده مجلسين ستصبح العطالة عطالة مضاعفة المكينة مهاش بش تخدم بالشكل هذا النظام السياسي راهو مهوش النصوص فقط النظام السياسي هو الديناميكيات بش تخدم واللي العجلة بش تدور واللي لا أظن أنه العجلة بش تدور مع هذه السلطة التشريعية العاجزة وغير القادرة على التأثير على الآخر لأنه حتى لائحة اللوم المطروحة هي لائحة شبه مستحيلة لأنها تتطلب أغلبية المجلسين ولأنها تنحاصر في حالتين محددتين بالذات اللي هي مسألة مخالفة السياسات العمومية ومخالفة المبادئ الواردة بالدستور لا لائحة اللوم هي لائحة ترقاب الدستورية ماش لائحة ترقاب الدستورية لكي نشترط إذن في اللائحة هاتين أو أحد هاتين الشرطين دونك عنها لائحة اللوم مستحيلة أو لنقول صعبة ولكن لائحة اللوم الثانية اللي تنجم تعودها مرة أخرى تكادو أن تكون مستحيلة وتترق لرئيس الجمهورية القيار بين إقالة وهذا من إبداعات رئيس الجمهورية والفكر الجديد أنه عندما تفشل لائحة اللوم يحل البرلمان ويحل البرلمان مش تتحل الحكوم عام إذن هو هذا أسلوب موجود لكي نكون إذن واضحين ولكن هل أنه سيكون وظيفي هل أنه سيحرك أولا لائحة لا يمكن أن تقدم بهذا الشكل لن تقدم يعني تقدم بخلسين زيادة واحد ويصوت عليه بالثلثين كانوا دستور نعم نعم لن تقدم وهذا ما يعني أنك إما بش يكون عندك مجلس نواب تابع ومجلس أقاليم تابع ولا مجلس نواب معطل ومجلس أقاليم تابع وشوفك السيناريوات هيكي والسيناريوات هيكي حطها وقال لي أنت بش تبدأ تحضر في الميزانية دونك سيفونكسيون ونون بش يخدم ولا مونش بش يخدم هذا بش يحرك لنا العجلة واللي أظن أنه لن يحرك شيئا خصوصا أنه مثل ما جهة تحكمية وهي المحكمة الدستورية شنجيل للمحكمة الدستورية لأنه تم تخصيص تقريبا باب خاص بها